شعب تونس العزيز ما يخفش عليكم في العوام الأخرى بلادنا وجهت برشا صعوبات تخلي فينا الشك والرؤية والذبابية ونعدمة الثيقة بين المواطن وبين الدولة وأكتر حاجة تسمحها اليوم التوينسة وين ماشي هالظروف هذي الصعيبة تجينا الانتخابات الرئاسية اللي موعدها نهار 6 أكتوبر الانتخابات هذي أكثر انتخابات مصيرية في تاريخ تونس وهي فرصة حقيقية باش نستخلصوا الدروس ونعدلوا الأوطار فرصة حقيقية باش نتحملوا مسؤولياتنا توجه بلادنا ومستقبل أولادنا الانتخابات تمثل فرصة لتقييم الحصيلة وطرح الأفكار والبرامج ومناقشتها قدام الرأي العام فرصة الرجع للشعب الكلمة باش كون كلمته هي الفصل وهو الوحيد المخول باش يختار باش كون يقوده من مصلحة تونس اليوم أن الحملة الانتخابية تدور في كامل الشفافية وفي كامل النزاهة وفي مساواة تامة بين المترشحين المناخ اللي تدور فيه الانتخابات مسؤولية عديد الأطراف وأول طرف مسؤول هو لزي مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمرفق القضائي والإدارة هذوم الكل محمول عليهم الحيات الحيات الضروري كل واحد حسب المهمة متاعه لزي هيئة الانتخابات هي المسؤولة الأولى على نجاح الانتخابات وحماية أصوات التوانسة واحترام إرادتهم اللي يعبروا عليها بكل حرية على طريق الصندوق الهيئة الحقيقة برهنت في الانتخابات الرئاسية السابقة 2014 و2019 حيادها ومصدقيتها ومشوفناش تشكيك واليوم مدعوة أنها تواصل حماية إرادة الناخبين وتكون عند حصد الشعب التونسي نعرف وليفهم الضغوطات مسلطة أما هذا مش عذر نحب نذكرها اللي هي هي هيئة عليا ومستقلة ومن واجبها تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين الرجوع لإرادة الشعب بصفة دورية هو مكسب تحقق بفضل نضال بنات وأبناء تونس بفضل نضال أجيال متعاقبة ونجاح الانتخابات هو مفخرة للتوانسة مفخرة وراها عيون ساهرة على حمايتها عيون قواتنا الأمنية وقواتنا العسكرية اللي أثبتوا في كل مرة وقفتهم الحازمة باش يحافظوا على قيم الجمهورية وكانوا صمام الأمان والضمانة في سلامة مصار العملية الانتخابية وهنا نحب نقدم لهم تحية تحية إجلال وأكبار من جهة أخرى السلطة القضائية العدلية والإدارية اللي تصهر على مراقبة سلامة العملية الانتخابية دورها ما يقلش أهمية ما يقلش أهمية على باقي المؤسسات والحقيقة كذلك نجحت في مهمتها في الانتخابات الرئاسية السابقة وأقرت بسلامة الانتخابات الرئاسية والعملية الانتخابية الكل في سنة 2014 و2019 واليوم الشعب التونسي ينتظر منها أنها تاقف على نفس المسافة من جميع المترشحين واتطبق القانون سواسية على الناس الكل كيف كيف نجيو للإدارة التونسية اللي دورها كذلك هامبرش وحنا نعرف اللي الإدارة التونسية منذ الاستقلال تحملت مسؤولية بناء الدولة ونحبوها تواصل دورها الريادي في المستقبل بآليات عصرية ومتطورة الإدارة منتاعنا منتاع التوانسة تبقى مكسب وطني كبير يزغر بالكفاءات اللي نلقاهم وقت الشدة ومهما كانت تحفظاتنا على أداء الإدارة تبقى الإدارة التونسية هي حجر الويد حياة الإدارة ضمانة أساسية لسلامة الانتخابات واحترام مبدو المساوات والمنافسة الشريفة وأنا متأكد اللي الإدارة باش تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين في الختال نحب نأكد أن الانتخابات أولاً وأخيراً ما لي إلا موعد دوري يقول فيها التوانسة كلمتهم والديمقراطية والتمسك بالحريات وحقوق الإنسان أصبح اليوم تقليد عند التوانسة وجزء من هويتهم الانتخابات هي شأن تونسي تونسي يعبر على إرادة التوانسة الحرة اللي يعبروا عليها بالصندوق اللي تحميها المؤسسات التونسية اللي ذكرناها الانتخابات هو موعد يوحد التوانسة ما يفرقهمش موعد اللي طرح البدائل باش نسمعوا بعضنا ونسائلوا بعضنا دعوتي للتوانسة الكل في الداخل وفي الخارج باش يواكبوا الانتخابات ويشاركوا بكثافة ويسألوا ويناقشوا ويميزوا بين المشاريع اللي تهزنا للمستقبل والمشاريع اللي تشبد فينا إلى الوراء احنا الهدف متاعنا هو نحقق تغيير الشامل والهادأ ونقل بصفحة ترجمة نانسي قنقر